المهباش يعد المهباش أحد عناصر التراث الأردني الضاربي في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية والمرتبط بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة هذه المكانة للمهباش كأداة لطحن وإعداد القهوة ساهمت في استمرار الصناعة بالطرق التقليدية رغم توفر الكثير من البدائل مرسلنا في الأردن والتفاصيل ليس مجرد أداة لطحن القهوة فتلك الطرقات حولته لآلة موسيقية أبدعت فيه سواعد هي من ستروي حكاية المهباش هناك من يسميه النجر أو الجر أداة لطحن حبوب القهوة تعد من التراث الشعبي الأردني الأصيل الذي لا يزال الكثيرون يستخدمونه حتى يومنا هذا صناعته تحتاج لإتقان ومهارة عالية وجدتا في سامر الذي تناقل صناعته جيلا بعد جيل في مشغله المتواضع لا بل وحسن من جود تصنيعه لينتج مهباشا احترافيا يروج له عالميا هوية المهباش لها جذور عميقة بهذه البلد حتى من قبل تأسيس إمارة شرق الأردن كانوا الهنى واجدادنا يشتغلوا المهباش فيعتبر رمز من هذا البلد وانطلق المهباش أصلا للدول العربية من شرق الأردن من شرق نهر الأردن وانتشر وبلش يطور شكل المهباش أصلا من سنوات عديدة جدا يعني حتى نقول من أكثر من 200 سنة بضربات تبدو عشوائية لكنها محسوبة تتحرك يدا سامر لتشكل الرسم المراد نفسه وبإنسيابية وليونة تتحرك قطع الخشب بين يديه كأن بينهما تناغما مشتركا بعد أكثر من 20 عاما من العمل في هذا المجال فكل حركة لها دور في تشكيل وتصميم المهباش طريقة صناعة المهباش هو صناعة يدوية كانت بالأصل بالقدوم أو الفأس الحديدي بعد ذلك طورنا وصرنا نشتغل على المخلطة ودخلنا بعض الماكينات فيه ولكن التشطيب النهائي يدويا طبعا تصويق المهباش ممتاز جدا لكل الدول من كان من دول عربي أو حتى دول أوروبي للمقتربين الموجودين في هذه الدول تاريخ يمتد لأكثر من 200 عام ولا زال المهباش يحافظ على رونقه رغم حداثة الحياة موروث أردني يسعى سامر وغيره إلى استمراريته ونقله إلى الأجال المقبلة من خلال بيت المهباش الأردني من محافظة عجلون شمال العاصم عمان بشار العجارمة تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين